الأيتام وصية النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كان المسحة رأس اليتيم في عجر فما بالك إذا أنت ساهنت في إيواء أكثر من 200 يتيم في الصومال وصلكنا منهم هذه المناشدة ونبيلهم الفزع أخوتنا الكرام نقف اليوم في ملجأ الأنصار لرعاية الأيتام يعيش الأيتام في هذا المبنى المتهالك كما ترون حتى المهاجئ لا تكفيهم للنوم فهم ينامون في الفناء وتحت هذه الأشجار ونحن هنا نناشدكم اليوم إخوتنا في كويت الخير وفي شهر الرحمة شهر رمضان أن تمدوا بأيديكم لبناء مركز أيتام جديد لهؤلاء الأيتام وتحققوا لهم أحلامهم بالأمن والأمان دعونا نبني جسورا من الحب والرعاية بين قلوبكم الكريمة وقلوب الأيتام مدوا أيديكم لبناء هذا الملجأ الجديد وكما قال صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة ومن ذا لا يريد رفقة الحبيب في جنات النعيم وكما قال أيضا صنائع المعروف تقي مهالك السوء فجزى الله خيرا للمتبرعين وجعل هذا العمل رفعة لدرجاتهم في الدارين ومغفرة لهم وفي ميزان حسناتهم إنه ولي ذلك والقادر عليه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر